طالبات مدارس ايران ينطفضن ويرددن الموت للديكتاتور اقتحامات مصارف لبنان نائبة تعتصم في مصرف ابنة مرشح لرئاسة الوزراء في كندا تتزوج شابا عراقيا هذه الاخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدث اهلا بكم تتواصل الانتفاضة الايرانية ضد النظام لاكثر من عشرين يوما مع توسعها لتشمل قطاعات وفئات جديدة ومع اشتعال مختلف المدن والجهات شهدت مدينة كارج اليوم نزول عدد من التلميذات الى الشوارع وهن يرددن هتاف الموت للديكتاتور في اشارة الى المرشد الايراني علي خامن ايه واللافت ان معظم الفتيات المتظاهرات بلا حجاب في حركة اعتراض صارخة على القوانين الصارمة المفروضة منذ سنوات على النساء ومظهرهن في ايران في لبنان وفي احدث عمليات اقتحام المودعين للمصارف مطالبين باموالهم اعتصمت النائبة سينتياز رازير داخل بنك بابلوس فرع انتالياس بعدما طالبت بودائعها دون جدوى واعتصمت النائبة داخل المصرف بعدما رفض البنك طلبها بسحب جزء من وديعتها البالغة ثمانية الاف دولار لاجراء عملية جراحية وفي السياق ذاته اقتحم مودع فرع بنك الاعتماد في الضحية الجنوبية لبيروت واطلق شخص اخر النارة على وجهة مدخل بنك بيروت في مدينة جبال شمال البلاد بعد ان تم منعه من الدخول اشتعلت وسائل التواصل الاتماعي في السودان بشكل كبير كلال الساعات الماضية بسبب صور جمعت رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق والقيادي في الحرية والتغيير ابراهيم الشيخ في القائرة وكذلك عضو مجلس السيادة الفريق اول ياسر العطى الصور نشرها عضو في الحزب على مواقع التواصل قائلا ان العطى زار الشيخ الذي يتلقى العلاج في القاهرة بعد الجدل الواسع الذي اثارته الصور اضطر الحزب الى اصدار بيان قائلا ان نشر الصور تصرف فردي فلا يتسق مع موقفه المقاوم للسلطة الحالية وانه سيحقق في الحادثة في خطوة مفاجئة في كندا اعلنت ابنة احد اكثر الوزراء اليمينين تشددا في البلاد زواجها من شاب عراقي الاصل وكشفت كايلا فورد ابنة رئيس وزراء مقاطعة انتاريو الكندية والمرشح لخلافة رئيس الوزراء الحالي كشفت عن ارتباطها بالشاب العراقي الكندي محمد هادي كامونا الذي يقال انه يعمل ضابطا في الشرطة الكندية وجرت مراسم الزواج في فندق بمدينة بيرلينغتون الكندية ونشرت كايلا مقاطع فيديو وصورا وثقت الحفل حازت على الاف التفاعلات على موقع استغرام فتحت دراسة فرسية بل فتحت دراسة فرنسية الطريقة امام بيرتو كولين يجعل العلاج الكيميوي لمرض السرطان اكثر بساطة ذلك باعتماد الحقن تحت الجلد الجلد بدلا عن الحقن الوريدي المتبع راهنا في حال ثبات فعالية هذه الطريقة لدى البشر بعد اختبارها على الحيوانات وفي حال نجاح الطريقة الجديدة فانها ستكون سهلة ولا تسبب ازعاجا كبيرا للمريض بل يكون المريض قادرا على تلقي العلاج في المنزل ولا حاجة لبقائه في المستشفى